إلى الرياض حيث أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الإعلام الخارجي فيصل متلق من اليوم الحرص على دعم الجهود لتوحيد الخطاب الإعلامي الخليجي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة جاء ذلك عقب مشاركتي في أعمال الاجتماع التحضيري لاجتماع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرابع والعشرين المزمعي عقده ثلثاء المقبل في العاصمة السعودية الرياض عقد وكلاء وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون في الرياض اجتماعا تحضيريا للاجتماع الرابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول المجلس المقرر عقده الثلاثاء القادم في الرياض ورأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الأستاذ فيصل المتلق وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الإعلام الخارجي هناك عدة توصيات لرفحها لأصحاب المعالي في اجتماع ان شاء الله بعد غد يوم الثلاثاء القادم تركيز على دول مجلس التعاون في المساعدات الإنسانية التي تتقدم للأشقاء في اليمن وأيضا ما يقوم في وسائل الإعلام الخليجية بإيصال الصورة والرسالة الإعلامية السليمة عن دول مجلس التعاون وأيضا نقل الصورة السليمة عن سماحة الإسلام والتركيز على هذه التوصية لذلك هذا يعتبر جانب دور مهم لوسائل الإعلام الخليجية ونقش الوكلاء عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الإعلامي المشترك في ضوء المذكرات المقدمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون في مجال تعزيز العمل الإذاعي والتلفزيوني والإعلام الإلكتروني بين دول المجلس طبعا هناك إجماع وأيضا اتفاق بين زملائي ووكلاء وزارات الإعلام الشقيقة دول مجلس التعاون أن هناك دور لا بد أن يكون هناك تنسيق ودور متفاعل ومتكامل بين الإذاعة والتلفزيون وهناك كان سابقا اجتماعات لوكلاء قطاعات الإذاعة والتلفزيون في دول مجلس التعاون والذي أكدوا فيه على هذا التكامل في هذا الجانب في جانب التلفزيون والإذاعة لذلك أيضا تم إضافة من ضمن التوصيات اللي هو دور الإعلام الجديد اللي هو الإعلام الإلكتروني وهذه التوصيات سوف يترفع إلى أصحاب المعالي لإثراح هذا الدور في جانب الإعلام الإلكتروني كما بحث الاجتماع الخطوات التي تم إنجازها لمتابعة تنفيذ ما ورد في الدراسة التقويمية للإستراتيجية الإعلامية الاجتماع التحضيري ناقش توصيات الاجتماع الرابع للجنة الإعلام الإلكتروني وما تضمنته من تأكيد على أهمية إعداد مسودة لميثاق شرف للإعلام الإلكتروني سامي الحمود لتلفزيون دولة الكويت الرياض